اخوتي وحبيبي عشاء ومدمنين سيد الغلة الموسم السنة دي ان شاء الله هيتاول شوية جماعة تطمنهم وتبشرهم بالخير ان شاء الله ولكن الايام دي ان شاء الله اللي هو شهر تسعة كده عايشكم كده تشوفوا ميات صغارة زي اللي انا واقف عليها كده بنفس الحجم ده وتشوفو لكم اماكن كويسة وتبدأوا تعرفوها وتمارسوا ان شاء الله هتتزبطوا ودايما يا جماعة خلي بالكم وتذكروا الله يرحموا عم احمد العزقلاني اللي يسمع الكلام ده جماعة يترحم على الراجل ده كان دايما يقول لنا ايه ان شهر خمسة وشهر تسعة نركزهم على الميات الصغارة وفي وسط الشهور دية نرجي على الماء الكبير يعني من اخر كده ايه من 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 نص عشر كده نبدأوا نرجعهم تاني على الميات الكبيرة طبعا السياد بيلف كده كده فهنا اللي احتاكل معاه هيجرب اللي احتاكل معاه هنا هيجرب خليكم معانا ان شاء الله انا اجعلكم فيديو حلو متواضع يا رب اعجبكم بإذن الله شفت بيناقر ازاي وحلين اللي اتناه شفت بيناقر ازاي وحلين اللي اتناه شفت بيناقر الاراء شفت cells شفت بيناقر والحم البراهج يشمع اللهم صلع النبي اللهم صلع النبي السمكة مدورة وحاجة ايه حاجة فخخخينة ما شاء الله لك وتقلنا بالله اللهم بارك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يكون الجماعة بخير يسعد صباح كل واحد عنده صباح ويسعد مساء كل واحد عنده مساء لمشيت الله النهاردة احنا في شهر تسعة بالنسبة لصيد الغلا بيبقى في حاجات سنسات بسيطة كده في الشهور بتاعت ربنا سبحانه تعالى بمعنى ان احنا عندنا مثلا في شهر خمسة لو الميات الكبيرة مكلتش معانا نيجي على الميات الصغيرة شهر خمسة وشهر تسعة جماعة لو الميات الكبيرة ما اشتغلتش معانا نيجي على الميات الصغيرة احنا بقالنا الاسبوع اللي فات جرفنا مية كبيرة مكلتش معانا النهاردة لفينا الصراحة لحد اما جينا على الميات الصغيرة دية هنقعدوا فيها ساعتين ان شاء الله وحنصهرهم المية واكلة ايه بتاكل متأخر في الايام ده يا جماعة فان شاء الله خليكم معانا ربنا يسهل نرجع لكم بحية كده ايه شيك على يعني تليق بمقامكم حتى لو نفهم الكبير المهم ان انا بقى متواجد مع حضراتكم تحياتي لكم خليكم معانا ان شاء الله يكون فيديو كويس باذن الله هنصطد غلة طبعا جماعة معايا عدة عود سوبرستار الامي عود كوري تلاتة متر معايا خط اساسي خمسة وعشرين انا شغال بغماز صغية معايا سنار اربعة طبعا افتوع مفتاعي غلة محتوطة اتناشر ساعة في الماء خليكم معانا جماعة ان شاء الله يكون فيديو كويس ويليق بحضراتكم تحياتي لكم اخوكم سامح في خالقة قناة سيدين راح على ودي غامزة كده على المباشر ان شاء الله ربنا يكبرن باخترنا ونديكم حاجة عليها الله أكبر الله أكبر تعالى يا حلو يا مدلع نفسك تعالى يا حلو حلو يا حلو ده كفافة جماعة سمك كفافي بس حلو يعني نبدو لها برضو حبايتين الغالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والله السمكة يا عم الكبير الواكلة واكلة يا عم والله أقسم بالله صغيرة كبيرة بس الواكلة واكلة خطفت العيد من ايدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلاة النبي هي سمكة كفافة بس عفية يا الله ما شاء الله يعني سمكة كفافة جماعة بس عفية وطعمها جميل الماء دي هتواخدة من النيل مباشرة طعمها جميل انا عندي في البيت بيمبسطه خالص من السمكة دي سنار ده جماعة سنار اربعة ياباني صلب او كربون هو ده صلب مش كربون لونه مزرق كده كربون بيبقى مصمر طبعا تحياتي العم محمد الاسماء هو اللي اعطيني السنار ده حاجة صراحة هدية جميلة خالص منه حبيتين نغلى عمسانة ايه ارمي حبيتين اغلى اقوى لا اقلب من جبار ارحمة مع للناد بتعمي من ديوه سواء لما المكنة عرفت ايه اشتغلت انا عشان كده اترك المكنة واوه شغال ده بيبعمش تيوه لسحب السامة بقصد اشتركوا في القناة